في موضوع آخر تفاجأ سكان حيز عطرية 1500 مسكن بالعاصمة الذين لم يمضي عربعة أشهر من استلامهم لسكانتهم في إطار صيغة عدل واحد بعدما يوجودهم ضرورية الحياة كالكهرباء، الماء، الغاز، والمرافق العمومية نتابع التفاصيل مع توفيق الأمير ضيف الله بعد 17 سنة من الانتظار لاستلام سكاناتهم والعيش باحترام وجد سكان حيز عطرية 1500 مسكن بالعاصمة في إطار صيغة عدل واحد أنفسهم يعيشون في جحيم أتاوات يدفعون ثمنها مقابل خدمات لا يستفيدون منها فلا كهرباء ولا غاز ولا ماء في الحنفية والتي بالمقابل رصدتها كاميرا النهار تضيع في المجاري لماذا تطلح حالي 12 ميانايا؟ لا لدي جاردان، لا لدي سانسور، لا لدي فهم دميناج، لا لدي أولو تري سيتي مكاش، من هار جيت عندي دقاء إكزاقتهم وربع شهور وربع شهور وأنا هنا لا ماء، لا تري سيتي، لا غاز، لا حوانت هذا شفره يضيع الماء هنا، عنده بليس دو 20 جول ويضيع الماء هكذا وفي الدور مكاش الماء، وبالراكية الماء أيضا غياب تام للمرافق العمومية فلا مدارس للأطفال ولا محلات ولا وسائل للنقل مما دفع بعض المواطنين إلى هجر سكناتهم وبعضهم الآخر اضطر لإعادة تهيئتها للعيش فيها ما كان مسجد، ما كان مركز تعددك، ما كان المستشفى ما كان مقابولي كلينك نحن نقع هذه الصحابية، ما لدينا مش مستشد هنا، ما لدينا مش ملعب ووالو، كان مبنون عشادا، نبدأ في السيف طم نوحوا مع الماء بش نقرأ وتمك، وبعيدة بزر نوضوا كل يوم ستاعة الصباح بش نوحوا نقرأ ونقول له وما تشبعش نعاس والحشية سوقيلاسيون لزيغ دو بوانت، ما كاش كيفش تقرأ، ما كان والو واقع مرير يعيشه هؤلاء السكان منذ أن استلموا مفاتيح شققهم منذ أربعة أشهر فهم يعيشون في شبه عزلة، فمن يتحمل المسؤولية ياتره شكرا شكرا